اشتركوا في القناة الامر الذي جعل سموه يعطي التعليم جزءا كبيرا من اهتمامه فكان المعلم الملهم يعتز بصداقة الكتب فهو قارئ نهم مطلع فإيقن تماما أهمية أن تبنى الأمم ويكون أساسها الرئيس هو العلم والتعلم أليس هو القائل بأن ثروات وحدها لا تبني مجتمعا متطورا ولكن الاهتمام بالثروة البشرية وتمكينها من استخدام وسائل العلم والمعرفة هي أساسات بناء المجتمع المتطور فحرص رحمه الله على أن يكون التعليم كالماء والهواء متاحا في كل مكان تنامت على مر السنين صفحات مليئة بالإنجازات الحكومية قادها فقد الوطن بكل حكمة واقتدار حتى بات المعلم الملهم والداعم للمسيرة التعليمية فمنذ توليه رئاسة الحكومة وفي ظل المشروع الإصلاحي لجلالة الملك المفدى غدت البحرين منارة للعلم والثقافة يتمتع فيها أبناء الوطن بجودة عالية من المعرفة المتتبع لمسيرة فقيد الوطن سيجد حرصه الدائم على الوقوف في الصفوف الأمامية مع أبنائه وبناته الطلاب والطالبات وتقديم كل الدعم والمساند لهم فمدارس وجامعات البحرين تحتفظ في ذاكرتها بالمحطات التي جمعتها بفقيد الوطن فكل طالب وطالبة ومعلم ومعلمة وجميع الهيئات التدريسية تستذكر كلماته المحفزة ودعمه أن لا محدود لدفع عجلة التنمية التعليمية رسخ فغيد الوطن مبدأ التفوق الذي جعل منه ثقافة عامة يتسابق الجميع لتحقيقها على الصعيد الطلابي والأكاديمي فلطالما كان يسعى دوما إلى تبني البرامج التي تهيئ المناخ المحفز على الإبداع أكاديميا وطلابيا ونتلمس ذلك من خلال رعاية سموه الدائمة لحفل تكريم الطلب من خريجي المراحل الدراسية فكان فغيد الوطن يؤكد أن المتفوقين هم القاعدة الأساسية لبناء مجتمع متطور والنبتة التي سنقطف ثمارها مستقبلا عملا وإنجازا وإعلاء لصروح الوطن وإمانا من صاحب الجلال الملك المفده بأن التعليم أساس تطور المجتمع عملت حكومة جلالته برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان رحمه الله في تطبيق برامج متطورة وصياقة سياسات تعليمية معاصرة مواكبة لما يشهده العالم من متغيرات مستمرة وتطورات تقنية متلاحقة في جميع المجالات من أهمها الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي وبرنامج تطوير مدارس البحرين وبرنامج التعليم المهني والتدريب وتحسين أداء المدارس وهيئة جودة التعليم والتدريب وكلية المعلمين وجائزة خليفة بن سلمان للتميز في الأداء التعليمي ولا شك أن الكلمات لا تكفي للحديث عن مناقب هذا الرجل العظيم الذي رحل عن دنيانا تاركا وراءه سجلا حافلا بالإنجازات يكل القلم في تعدادها فقد كانت أيديه البيضاء تلمس كل شيء فتحوله إلى إنجاز حقيقيا للبحرين وأهلها ستبقى سيرتك العطرة خالدة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر